اهلا بكم جميعا في اول ايام الشهر المبارك كل سنة انتوا طيبين عايز اقولكم ان انا راجع نهاردة بعد حوالي اسبوعين كاملين من عدم الظهور خالص في اي شاشة ولا في اي شغل قدام الكاميرا النهاردة عندي سبب جوهاري جدا يخليني في منتهى السعادة اولا الشهر الكريم اللي بتميزه الروح الحلوة السمحة الطهرة الغسيل الكامل كل حاجة بتحصل طول السنة الحاجة التانية تلاتين يوم من المناقشة اللي بيسموها الوان تو وان مع صديقي وحبيبي نقول ايه صاحب فكرة الطريق الصح معز مسعود برحب بيك كل ساوند طيبين وانت طيب معتاز ربنا يخليك والتقديمة دي ربنا يخليك صديقي وحبيبي وفرحان قوي ان احنا مع بعض في اول يوم انا عايز اقولك ان انا يعني النهاردة جاي متحمس قوي قوي رغم ان الواحد عايش جاو الصيام وتختلف يمكن الاعداء دي عن اعداد تسعين ديقاء بالليل ديقاء الساعة 11-12 في الروائة بس فيه روح مختلفة فيه كده مسحة من الروحانية العالية قوي وبقولك كل ساون طيب و30 حلقة و30 نقاش حولين اجمل ما في رمضان والشهر الحلو ده اللي يورينا بقى الطريق الصح ده يبدأ منين بقى ان شاء الله يا رب يا رب يا معتز ان شاء الله يا رب خلينا فعلا روحانيين قوي قوي زي ما انت بتقولك انا عايز اقولك انه يعني يمكن الحاجة اللي بتلفت نظري في رمضان قبل ما ندخل في تفاصيل كتير جدا لان انا عارف ان فيه ممكن يعني افكار كتير قوي تطرح في نقاش زي ده بس تعالا نقول ان رمضان بالنسبة لي انا بعتبره ويمكن انا يعني مش ماشي في الطريق الصح في الفكرة دي بعتبره موسم للغسيل غسيل ايه مش غسيل لغسيل الروح موسم عبادة ما فيش شك موسم توبة او موسم كده حوار كده بين العبد وربه انا عملت ايه انا كويس انا يا ترى يعني بعمل الصح ما بعملش الصح طب يا ترى لو انا مثلا نفترض بفكر ان انا امشي صح بعد كده يا ترى هو ده الموسم اللي ابدأ فيه ولا هو شهر كده زي ما واحد مثلا ما تزعلش مني يا معز يعني عايز يعمل مثلا بادي بيلدين ولا عايز يعمل رجيم يرقم داخل الجيم شهر كده يقولك انا بعد الشهر ده خلاص مش هروح الجيم تاني يعني عايز اطلع منه وارجع زي ما كنت حاجات كتيرة جدا بتدور في دماغي والله يا معتز يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو يعني ده شهر مبارك طبعا شهر كله بركة وانك تحس فيه ان ده وقت انك تغسل من جوه زي ما انت قلت ده احساس صح جدا يعني ويعني اللي انت بتقوله ده بيفكرني بالمعنى بتاع الاية لسولة الا عمران اللي هي بعد ما ربنا بيقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وشهر رمضان ده الغاية منه التقوى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون احنا مفروض نوصل للتقوى واكيد هنتكلم فيها بقى بعمق ده شهرها يعني اه شهر التقوى شهر التقوى طبعا طبعا وربنا سبحانه وتعالى هو اهل التقوى وهو اهل المغفرة تمام ولي بيتقي يعني يعني متقي ربنا فربنا بيغفر لنا ده طبعا وعشان كده بنرجو غفران الذنوب في رمضان كويس الاية دي لما تكملها اعدت للمتقين بان ربنا بيدي صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء واحنا مش هنوقف دلوقتي مع الاية دي بالذات عشان نرجع للسياق الرد على سؤالك عن رمضان بس احنا هنفرع فيها شوية عشان نوصل للمعنى اللي انا حاسس انه فيه اللب بتاع الرد على سؤالك ان انا باجي في شهر ده من انسه او او الى اخر السؤال ده اه فالمتقين دول ربنا وصفهم ان هما بينفقوا في السراء والضراء والانفاق ده ممكن يكون من اي حاجة من الفلوس دي اول معنى بيتبادر لزهننا لكن من وقتنا ومن نومنا فنقوم نصلي الفجر نقوم نتصحر يعني الانفاق مفتوح اه وما تنفقه من شيء ربنا بيقول فان الله بي عليك اي حاجة مش شرط انفاق مدي مباشر يا بطلع فلوس من جيبي بدفع للفقير او بحس بالفقير يعني حتى انت بتقول لما صح الفجر وصلي ده انفاق طبعا بتنفق من وقتك وبتنفق من نومك لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون وساعات النومة مهزة بتبقى مريحة قوي وجميلة قوي بتبقى مما تحبون يعني بتبقى شيء بعايز اقول لك بضغط على نفسي لما قوم طبعا لزه حلوة قوي قوي وعشان كده انا بقولها كمثل حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ما قالش من مال بس من شيء اي حاجة ممكن تكون بتنفق منها ممكن تبقى حسية او معنوية الى اخر الموضوعات الذين ينفقون في السراء والضراء ده صفة المتقين اللي هم ربنا وعدهم بالجنة اللي عرضها السماوات والأرض ففي السراء دي سهلة انت معاك يعني مثلا نمتلك تمن ساعات تنفق تقوم التمنة دي تقوم تصلي سهلة التسعة دي لكن نمت ساعتين انت فاهم قصد يبتبقى هي دي دي الضراء ده اللي رجعنا للمسأ للنوم وانا بضرب مسأ للنوم لان انا بحس انه رمضان هو وقت الصحيان رمضان شهر الصحيان مش بس انك تصحى من النوم بالليل وتتصحر وتصلي الفجر يصحى قلبك قلوبنا تصحى تاني وهنشوف مع بعض ايات الصيام بعد شوية بس احنا لسه في الحتة الاولانية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ودي الواحد بحساب ذاته هو صايم انت عارفوا احنا صايمين بنبقى فاكرين ربنا كويس اوي وفاكرين انه عاملين له حاجة احنا عاملينها لله سبحانه وتعالى الصوم فهو له وقال كده واما الصوم فهو لي كل عمل ابن ادم له اللي نحن الا الصوم فهو لي وانا اجزي به الصوم ده لله سبحانه وتعالى فبتبقى عامل لربنا حاجة والحاجة دي مرتبطة بيعني اعمق اعماقنا حاسس بها ده جوع جسمك كله بينادي انا جعان انت عارف لما الجسم بيجوع كله بينادي فانت بتقوله لا لا لسه ده المغرب مدنش لسه ربنا لسه لله التفاهم قصدي هي دي الحكاية دي يعني لسه يام خاص جدا دي حاجة بتعملها لله من اعمق اعماقك فلما بيجي واحد ينرفزك مثلا وده هنمر بيكتير في شهر ده مش كده واحد ياس بتحس بيها بتلاقي نفسك على واشك كده ان انت ايه ترد الرد الطبيعي بتاعك ان هو ايه انها ربيه وكده وده الازم هو اللي غلطان ومش عارف ايه اه بتحسكها كده اه الله تحس ان الله ده احنا في رمضان ايوه اه انا صاحي ده انا صاحي ده انا صاحي ده انا همسك نفسي اه همسكها خدت بالك هي دي بقى والكاظمين الغيظ هما مين دول المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ بص البعدها والعافين عن الناس كزمت غيظك اه فجاي بقى خلاص هتعفو ولا لا قلت له خلاص خلاص روح انت لطريقك اه الراجل اللي غلط فيك مثلا من شوية مثلا انا بقى ألف يعني فيها ممارسة صعبة اوي يا معيز فيها مجاهدة للنفس فيها ضبط نفس فيها تعلم صدر مش بيسموها ضبط النفس طبعا ضبط للنفس بيهاد للنفس لان ربما يا اخي اللي قدامي ده يا اخي فعلا يعني زي ما بيقولوا ما قطعني خالص اه لا 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 هو بيقطعني فعلا اه ازاي عفي عنه وازاي اجزم غايزي منه ربنا لما بتبقى فاكر ربنا بجد بجد عايش مع الله في اللحظة دي وهو معكم اينما كنتم مش نظريا لا دا انت عايشها بجد بقلبك هو دا القلب الصاحي اللي احنا بنقول عليه بقى في رمضان قلوبنا تصحى وانت صاحي بتبقى أسهل لانك متقي في حال التقوى والتقوى دي زي ما قلنا قبل كده في حلقاتنا زمان انها ادراك واسع للحقيقة كما هي ادراك لله سبحانه وتعالى جعل ما بيننا وما بين ربنا ربنا سبحانه وتعالى عنده صفات جلال قلنا طبعا منتقم الجبار بعاقب نجعل ما بيننا وما بين الله وقاية ما بيننا وما بين صفات الله الجلالية وقاية لا انا صاحي مش هغلط وكده استحق العذاب انا صاحي جدا منها طبعا هو الخوف ده اللي بيخليك تتقي إلى آخره وزي ما قلنا التقوى لازم يبقى لها وقتها لكن دلوقتي ايه المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بص بقى بعدها والله يحب المحسنين وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا يعني اللي كان أعبد الناس وأحلم الناس وكان أكيد لما بيجي رمضان زي ما بنسمع عنه يعني في الحديث والخبر يعني إزاي كان بقى يصحي الأهل بيته بذات فعل عشرة الأوائخ لكن رمضان عمتا ويراجع القرآن ويصلي بيهم ويعمل إلى آخره صلى الله عليه وآله وسلم هو صلى الله عليه وآله وسلم لما فصر الإحسان في الحديث المشهور بتاع سيدنا جبريل قال وما الإحسان قال أن تعبد الله كويس وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون وإذا سألك يا عبادي عني ودي من آيات رمضان لازم هنجلها بس مش مقالش بس أن تعبد الله قال أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو ده التقوى دي وفي الحالة دي الإحسان اللي هو ربما سبحانه وتعالى وصف المتقين بأن هم محسنين هم متعددين الأوجه هم عباد هم محسنين هم شاكرين هم متقين صفات مختلفة لنفس الشخص لنفس الشخص وصفات مختلفة يعني التقي هو المحسن التقي ممكن يكون محسن آآ ممكن يكون دي من تنمنى صفاته آآ لو تحقق في أي خلق من الأخلاق دي إلى آخره سيكون عنده صفات التانية كلها بردو جميل جدا طبعا ومنهم بعض الصفات بردو فيها درجات ممكن تبقى عندك واحدة والتانية لسه تذكر الله بس لسه ما وصلتش لمحات الشكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره بس درجات بقى رمضان وقت إن إحنا نرتقي نتقي فنرتقي فنرتقي نرتقي في الدرجات آآ وفي المقامات عند الله هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون فقال هنا ربنا سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من المحسن أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك رمضان الشهر في ناس أكيد بدت تقرأ الجزء الأول فربنا وصف المتقين فأول البقرة بصفات تانية فقالي ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أنا حيزقف عن يؤمنون بالغيب التقوى أشياء بقولك رمضان شهر التقوى شهر الصحيان للقلب شهر إدراك الغيب على حقيقته ما أنت مش شايف ربنا بعنيك بس ممكن تشوفه بقلبك وهو دايما شايفك لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار لشان كده بيقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك فشهر رمضان وقت أننا نبتدين نراه في قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى الهم كل ده ما جدش لسه سؤالك والله يحب المحسنين فدي صفاتهم خلي بالك أول صفة كات ينفقون في السراء والضراء مظبوط ثاني صفة والكاظمين الغيظ ولا أفين عن الناس رابع صفة محسنين والله يحب المحسنين خامس صفة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الصفة الخمسة دي بيعملوا ذنوب يعني أول أربعة حاجات ما شاء الله يعني عالية جدا حاجة الخمسة دول لو عملوا فاحشة فاحشة يعني زم من الذنوب اللي بتبقى حينا كبائر كمان ومنها الفواحش عمتا منها مثلا الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة دي فواحش يعني ممكن يكون زنا زنا أكبر إلى آخره ومع ذلك ربنا بيقول دول أهل الجنة هما دول مين الصفات دي صفات مين صفات أهل الجنة يا معتز حتى يعني ربنا بيقولك أنت حتى لو عملت فاحشة واستغفرت برضو ممكن تكون من أهل الجنة مش بس ممكن ده أنت من أهل الجنة وأنا لما هاجي أوصف أهل الجنة ها هقول أربع صفات ودي صفة الخمسة ليهم يا أنا أنا لما قرأت الآية دي يعني يعني بلغتنا بقى كشباب تثبت اه 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 أنا تثبت ليه بقى لأنه دول يعني المفروض بقى الحاجة الخمسة تبقى إيه مثلا والمنفقين أو مش عارف ألمه قلنا خلاص ينفقون أي حاجة تانية مثلا الشاكرين لا يعنيش أنت أنت ينفع تقولي تاني الحتة اللي هي الحتة الخمسة دي لأنها برضو مدوخانة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا الزنوب دي المختلفة المستويات ما بيقفوش بقى هنا بيذكروا ربنا ذكروا الله افتكروا ربنا كلنا بنغلط يا معتز كله بنقادم خطاء بس نكملها وخيروا الخطائين التوابون ذكروا الله افتكروا ربنا فاستغفروا لذنوبهم غلط بس استغفر أنا بكلم عن نفسي يعني بغلط فبستغفر فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وأدراك أنه ما فيش حتى يغفر لهم غير ربنا ورحوله هم مضطرين شو بيقول كده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون لما بنروح له إحنا مضطرين مش متعلقين بالأسباب فمثلا أنت محتاج رزق معين وعملت كل اللي في إديك أنك تعمله يا معتز ومجالكش الرزق ده وعندك طفل يجب أن تأكله فأنت مضطر واستنفذت الأسباب لأنه مش من الأدب مع الله أنت تدعوه وأنت ما أخدتش بالأسباب ما رحتش اشتغلت وعملت ممكن ما يستجب لكش أنت معطل الأسباب مش مضطر أنت ربنا وعد أنه هيجيب المضطر خدت بالك فلما بنبقى استنفذنا الأسباب كلها وجربنا نشتغل وجربنا نعمل ما فيش ولا شغلانة جاية مثلا أنا بقيت مضطر فدعيته لازم ربنا هيستجيب أمن يجيبه المضطرة إذا دعاه فحالة بقى الذنوب إيه الأسباب اللي كان ممكن نكون معتمدين عليها أعملنا أن أنا مثلا كنت مصلي الفجر النهاردة الصبح وقت الفجر أو كنت عامل مش عارفية أو مصلي الترويح أو قري قرآن فلما جيت عملت زنب قلت لا مش محتاج يعني استغفر قوي أنا قريدي عندي رصيد كتير قوي يعني زي ما بيقولوا كده أنا أصلا عندي أنا مثالي وقمت بدري وعملت كل المطلوب من المسلم في رمضان فحتى لو عملت الزنب ده مش مشكلة فنستغفر يقيمة بقلب غافل يقيمة ما نستغفرش أصلا كده إحنا برضو لما جينا نطلب المغفرة متعلقين بالأسباب الأسباب دي اللي هي أعمالنا لأ لازم نروح له وإحنا مضطررين تماما عشان كده بيقول كده ومن يغفر الذنوب إلا الله لما نروح له موقنين أن أنا ضايع أنا لو أنت مغفرت ليش دلوقتي أنا ضاعت خلاص ما فيش أي حاجة في إيدي أن أنا أعملها يغفر لي لما نروح له كده لازم يغفر من غير أي كلام أنا عايز أفهم الموضوع ده تاني معز معلش لأنه أنا شايف أنه موضوع مهم قوي نهاردة لما أعايز أستغفر عن ذنب أنا بعت أعرف أن أنا عملته أو ارتكبته لازم أروح بنيت أن أنا أستغفر عن الذنب ده ما اعتمدش على أن أنا صليت التراويح ده أنا عامل حاجة جميلة جدا ده ربنا أكيد هيمشي الموضوع ده أنا كون قوي آه لأ طبعا لازم تروح له وتستغفر لأنه مش أعمالنا اللي بتدخلنا الجنة رحمته اللي بتدخلنا الجنة لازم نعمل الأعمال لأنه ده يبقى تكاسل مننا هو أمرنا بيها ده تحصيل حاصل آه ما نعتمدش عليها وهو أبونا آدم وقمنا حوى كده وإن لم تغفر لنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا آه أو ظلموا أنفسهم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت لو ما غفرت لناش الموضوع ده انتهى خلاص أنا ضعت فدي الحالة دي فين بقى رد على سؤالك ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأنت بتقول ينفع أدخل رمضان تقولت تربط مثلا بالبادي بيلدينج لا يعني داخل مثلا أروح ألعب شهر كده أحسن جسمي أخس شوية أضبط نفسي رجيم وبعدين بعد شهر أرجع أكل عادي وما روحش للجيم ما منفعش أكون نويها يعني منفعش أقول أنا في رمضان هتوب من ذنوب معينة آه وبعد رمضان هرجع أعملها يعني هوا ده الإصرار آه بس ممكن تقولي طب يا معز الكلام ده آه معتز المعز اسمينا بقى يضخر على بعضه في شوية تشابه يعني في حرف تقوى ده عندك التقل التقوى أنا أنا حظي حلو أن أنا في تشابه معك لا يا عملا اللي حظي حلو فهي معتز عارف الحكاية إيه آه إنه ممكن حد يقوم قايل طيب بس أنا فعلا داخل رمضان آه وناوي أن أنا أتوب وأقلى عن ضلوب معينة وغيره وإلى آخره كويس ومش ضامن اللي بعد رمضان مش مشكلة مش مشكلة لو مش ضامن بس ما بقاش ناوي من الأول آه أنا حجز من النهاردة آه يوم اتنين العيد في مثلا ديسكوتاك معين مش عارف بنات إيه معيني من اللبنان الحاجات اللي بنشوفها في الزمن ده الغريبة جدا ويعني مش عايزة أشرح تفاصيل يعني يعزين نصر الذنوب آه وحجزها من دلوقتي آه يعني برضو مع ذلك برضو ادخل رمضان وصوم وصلي واستغفر لعل ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ويخليك تغير رأيك وتلغي الحجز آه حتى لو أنت مصر آه الكلام الصحي ليك أنك برضو تدخل آه تجيش تعمل الخير مش عايزينك لا 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 تعالى برضو تعالى في كل الأحوال تعالى في آه مصر من الأول ويوم اتنين رمضان عامل حجز الحاجة وحشة جدا تعالى برضو آه وربنا يسهل إن شاء الله أنت تغير رأيك لما تدوق حلاوة الإيمان كده وتحب الإيمان في رمضان أنت هتلغي الحجز تمام واخد بالك طب حصل أن أنت كنت جواه واحد داخل مش مصر بس شاكك مش ضامن نفسه آه ادخل رمضان تمام ادخل برضو رمضان بالنية أن أنت إن شاء الله أنا معرفش يا رب أنا شخصيا يا رب أنت طالب مني حاجات وأمرني بحاجات آه وبتقول لي حاجات ما عملهاش أنا مش لا طاقة لي بها أنا قدرتي ما تجيبش آه بس إنك على كل شيء قدير أنت قدرني يا رب أن أنا أخرج من رمضان وأبني تغير هو اللي بيغير على فكرة مش إحنا اللي بيغير مفيش شك على كل حال أنا مش عامل حاجز في أي حتة لسه بنقول يا هادي قدامنا الثلاثين يوم هنشوفها نعمل إيه بس لازم نتوقف عند الفصل الإعلاني معز بعد إذنك ونرجع نشوف الطريق الصح في أول أيام الشهر الكريم كل سنة وانتوا طيبين هنرجع بعد الفصل خليكم معنا طيب قبل الفصل سألت مؤيزة مسعود برحب بيك تاني أهلا وسهلا أهلا بيك تاني سألت مؤيزة مسعود في رمضان 30 يوم من الجو الروحاني كلنا عايزين نشوف الطريق الصح كلنا عايزين نتوب كلنا عايزين نخسل فاحنا هنخسل ونتوب ونمارس كل العبادات وكل الصلوات والزكاة والتراحم والتكافل مع الآخرين وبعد رمضان كل سنة وانت طيب مفيش وعشان كده قلنا يا معتز وانت طيب الأول اه شفت انا بقول كل سنة طيب علشان باعتبار ان احنا كمصريين عندنا حتة كل سنة طيب دي في الثقافة بتاعتنا ملكش حاجة كل سنة طيب اه كل سنة طيب ايه كده لا اه كل سنة طيب بالمعنى التالي وانت طيب عشان كده قلنا مع بعض يا معتز ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اه الاصرار ما ينفعش نبقى نويينه من الاول بس مش مشكلة لما بنبقى ضعفة وانا اول الضعفة يعني انا انا جيقول لما بنبقى انا شخصيا لما بدخل ضعيف حاجة معينة لسه جوايا بقول خليني بس وانا في المغسلة دي ما فكرش هيحصلي برا المغسلة خليني بس عودة تغسل دلوقتي اه حلوة يعني يا زي ما بقوله يعني ما تعرفش بقى يعني ما حاجة واحد مش ضامن عمره ومش رافين في ايه بعض رمضان ما تيجي نعيش ايام رمضان يا اخي سبحان الله ما بيعودوا يقولوا والتنظيف بالبخار واللوندري الوقت احنا كارواح وكنفوس داخلين جوه اللوندري انه نفوسنا داخلة فعلا دلوقتي هو ده تزكية فاكل لما كنا نقعد نقول عبادة الله عمارة الارض تزكية النفس هو ده تزكية النفس تطهيرها تطهيرها اه هو ده الغسيل اللي انت بتقول عليه ده تمام منها تتزكى فتبقى نظيفة تاني فتبقى صحية تمام فنبقى صحيين فلما يجي حد يستفزنا نعرف نمسك زي ما انت قولت ده مثل في الكزم الغيز صحيح ان الشيطان في رمضان بيبقى مقفول عليه في قوضة كده ومتربسين عليه بالقفل هو متصفض يعني مربوط ايوه مربوط وانا من واجبي ان انا احربه جامد طبعا ايه يعني ان الشيطان لكم عدون فاتخذوه عدوة ربنا بيقول كده انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فهو عدونا واظن احسن وقت ندرس فيه يعني استراتيجيا بقى مع بعض في الحرب دي بيننا وبينه خطة العدو وهو قاعد بقى مربوط وهو قاعد مربوط عشان كده حلو لو احنا نجي في حلقات من اللي جاية برضو نحلل مع بعض ونتكلم في الموضوع ده من ضمن سياق موضوعنا كده نبقى نشوف ازاي كل ما نتكلم في الموضوع نشوف طبو الشيطان كان بيعمل ايه هو موجود في الحتة دي يعني كان دوره ايه بيحاول يغوينا في دي ازاي لأ وبعدين انا متهيق لي مش يعني اي عاقل مش مفروض يتصور ان هو الشيطان هيبعد عنه خالص في رمضان والشيطان مية في المية برضو هيحاول يعمل اي حاجة لا الشيطان الاساس ماردة الشياطين الكباردو المربوطين فعلا مرهمش دور يعني هي المشكلة دلوقتي في نفسنا فدي بتخلينا نركز لكن هو لا شك بيجي بعد ما يتفك تاني ويتعامل وهي دي اصلها المعنى ده من معاني من المعاني الغيبية عارف لما نيجي نتكلم يا ناس كتير انا شخصيا من يعني مثلا من عشر سنين كنت فاتت تلفزيون فتحه اه وسامع حد بيقول الشيطان وعدوه وبتاع يعني الثقافة بتاعتنا مش احنا بس ثقافة العالم عمتا دلوقتي والتلفزيون والسينما والدراما والحاجات دي كلها بترسم الشيطين كده كتاكيت حمر كده صغيرة ورنها طويلة او مضحكة قوي يعني فصعب الواحد ياخد الحرب دي جد بس هو في الحقيقة هي حرب جد فعلا لما نتقي اكتر وايماننا بالغيب يعمق ويدخل قلوبنا اوي ونبقى من المتقين ونبقى مدركين قرب ربنا مننا اوي هنبتدي نفهم دور الشيطان بجد وناخده جد كعدوه فدي عايزة نبني فيها شوية شوية بس لا شك طبعا هو له خطط معينة في كتب مؤلفات كتيرة يعني مكتوبة عن اساليبه في اغواء البني قدمين ولازم يتبصلها دلوقتي بالذات وهو زي ما انت قلت مركون يعني هنتكلم في الموضوع ده كتير لازم طبعا طوال الشهر لازم رمضان يا معز شهر القرآن طبعا ومتهيأ لي مفيش افضل من ايام رمضان الحلوة المباركة دي ان احنا نتكلم عن القرآن الكريم وانا شخصيا في بعض الايات كده لما بتتقري قدامي معرفش بحس كده بان مش عايز يقولك انه جسمي بيأشعر لا ده هو جسمك بيأشعر جسمي بيأشعر ربنا بيقولك تقشعروا منه جلوده الذين يخشعون ربهم ثم تلين جلوده ومقلوبه وبعد اتأمل واعد افكر واكتر ايام تجيني فيها الحالة دي ايام رمضان طبعا ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انت يعني ده فيه تناسب دلوقتي من القرآن انت قبل كده كنا تكلمنا في آية معينة ومش عارف ليه حاسس ان احنا لازم نتكلم فيها النهاردة لو انت معندكش مانا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيبه دعوة اتداعي اذا دعاني ما شاء الله قريب انا قريب لو حد محتاجني انا جنبك سبحان الله هو طبعا ربنا بيقول في القرآن ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه كل اللي بيحصل جوانا ده ربنا متطلع عليه اروح اقرب ابعد غيرت رأيي عملت رحت جيت كل اللي احنا بنحكي عليه ده احنا جنب بنحكي كل حاجة البعض ورده كل بقى اللي جواه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ده مقالش احنا قريبين منه زي حبل الوريد وحبل الوريد ده جزء مني جوايا أقرب طب أقرب بقدي إيه سابها مفتوحة سبحان الله ما قالكش ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم القرب من ربنا ده لما كنا فطرتنا سليمة قوي قبل ما نبوزها شوية ونعك زي ما كلنا عملنا كنا بنبقى عايشينها جوانا ومننا اللي لسه ما دقهاش إنه من أول ما تولد حصل له مشاكل معينة أو حاجات فتلها فعايزين بقى أن نرجع لها نفتكر ربنا نتذكر فلا تذكرون لما بيحصل الذكر ده والقرآن اسمه ذكر يذكرنا لما بيحصل الذكر ده بنعيش يا معتز الحالة بتاعت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون والآية اللي انت قلتها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هي جاية فين جاية في الآيات اللي شرع فيها الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لحد ما ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون زي الآية الثانية في آل عمران فاتقوا الله لعلكم تشكرون نوصل للتقوى فنبقى صحيين تاني وبنتقي فنكتشف أنه لازم أشكر الإحساس اللي بيجي لنا لما بني نبقى صحيين أنه لازم أشكر ربنا ما بتجيش بقى أنه يوه لازم أشكر يعرف الفرق لازم أشكر لا بنفس معبد بنفس عشان كده ما سمناش هنا عبيد سمانا هنا عباد ودي تفيد معنى الاختيار وإذا سألك عبادي لأنهما لما هيصوموا العدة كاملة فمن شاهد منكم الشهرة فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عشان تكملوها يريدوا الله بكم وليس يريدوا بكم العصر وليتكملوا العدة خلاص عملتوا لعليكم وليتكبروا الله على ما هداكم نعيش المعنى بتاع الله أكبر مش بألسناتنا بقى بقلبنا 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 بجد أكبر سبحانك تبقى سبحان الله دي بتهزك هز من جوا سبحان الله عما يشركون وليتكبروا الله على ما هداكم اكتشفنا أنه التكاليف دي كلها الأوامر والنواهي كتلينا دي هداية دي أنا كنت فاكل نفسي ماشي في طريق مظبوط بس أنا عشان سكران فعلا فماشي غلط وفاكل نفسي ماشي صح فلما فوقت اكتشفت أن أنا كان فاضل وقت والبابا يقفل دي أنا كويس أمي أن أنا مشيت على الطريق المظبوط وعمل أمشي دي أنت هدتني هدتني يعني ورتني الطريق وليتكبروا الله على إنه وراكم الطريق على ما هداكم وبعد ده ترجعوا لطبيعتكم الشاكرة بقى ولعلكم تشكرون هو خلقنا عشان نشكره على فكرة على نعمة الإيجاد من العدم ربنا أوجدنا من العدم من لا شيء لازم نشكر بس مش بندرك دي لما بنشغل بالرزق والأهواء والحاجات ويا ربه معلش واستنى الجو ده كله رمضان بيقولك اصحى بقى أشكر حاجة أنا زي ما تقول لمستها ودقتها في قلبي فعلا مش بشكر زي ما تقول الفرض الواجب لا أو اللي هو لإني شكرا بقى كده بالزبط يا معتز الله يفتح عليك هي كده بالزبط ده أنت اللي بتجري علشان تشكر ويا ربي أنا بقولها ويا رب أنا عايزها أنا مش بقولك أنا أنا بداعيها يا رب رزقنا ده رزقنا حقيقة شكرك يا رب ولعلكم تشكرون هنا الآية بقى لما توصلوا الحالة دي بقى من الشكر بعد ما عرفتوا أنتوا تهديتوا وشفتوا الطريق فكبرتوني الله أكبر من قلوبكم وشكرتوني حتسألوا عني تا فين يا رب وعشتنا طبعا وربنا معانا لكن عايز أشوفك بقى عايز لما أموت أبعث أشوفك وإذا سألك عبادي عني سؤال عنه أعمق من السؤال العادي كلنا عارفين ربنا لكن لا عايز أتعرف على الله بصفاته بأسمي كلها ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب تدركوها بقى تطلعوا من رمضان رجعتوا تاني للفطرة ولقد خلقنا الإنسان ونعلى مماته وأسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نطلع من رمضان يا رب يعني ديئين الأربدة اللي قرب من حبل الوريد هنا بقى دعائنا مستجاب أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعائنا مستجاب لي أولا الصائم حتى يفطر من الناس اللي دعاهم مستجاب يقينا ليه؟ لأن إحنا جعانين وعملين حاجة لله وسيبين حاجة من أعمق أعمقنا وبنضحي علشانه وعشان جعانين حسين بالفقر أنا فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد مش دايما بنبقى حسين بفقرنا لما بقى عوي بحس بفقري لما بحس بفقري ده ببقى مضطر أمن يجيب المضطرة إذا دعاه أجيب دعوة الداعي إذا دعان ما هو جاي لي هو صايم جاي لي هو عارف أوربي خلاص فلما تكتشفوا بقى لما نكتشف أنه ربنا بيستجيب دايما هو بيستجيب دايما حتى لو إجابته كانت منع ووضحنا ده وأنه وضحها في الحلقات الجاية تاني أنه ممكن يستجيب لك بان سنت دعيت حكا شر ويدعو الإنسان وبالشر دعائه بالخير فدعيت حاجة لو جات لك هتعبك يعني فهو استجيب لك ومنعك عشان بيحبك صحيح نكتشف بقى تفاصيل الدعاء ده بعدين نكتشف أنه هو دايما بيستجيب فنكتشف أنه إحنا اللي لازم نستجيب له مش يا رب دعيته ما بيستجيب ليش هو دايما بيستجيب فليستجيبوا لي ده قلبها علينا خالص ده رب يعني بفوضة هقوله ولي ما بيستجيبش أنا أجيب أنتوا بس إصحوا هتكتشفوا كده كنتوا نايمين صحيتوا يستجيبوا لي أنتوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يبقوا من الراشدين اللي قلنا عليهم دايما في سورة الحجرات اللي هم ربنا قال لهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان لأن كلنا مؤمنين يا معتز الحمد لله لسه مش كلنا بنحب الإيمان اللي احنا مؤمنين بي ده مش بنحب إيماننا وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفرة والفسوقة والعصيان أولئك هم الراشدون لعلهم يرشدون يبقوا في الحالة بتاعة حب الإيمان دي فنبقى ساعتها عارفين أن احنا لو في حاجة مطلوبة مننا نعملها مش في الحالة العادية بتاعتنا حاضر يا ربي لا 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 ده أنا بروح بنفس حاجة منهي عنها أنا أول واحد هربان منها مش عشان هي حرامه بس دهيش الحرام طبعا لكن ده أنا مليش نفس فيها كرها إليكم الكفرة والفسوقة والعصيان هو ده الصحيان يا أخي نحس أن أنا عايز أعد معاك للصبح لأن في حاجات كتير جدا في دماغي عايز أسألك فيها ودردش معاك فيها ما عنديش معنا بس تفطرني بس أفطرك وديه لك وقت الفطار ده موضوع الفطار النهاردة بصراحة عايز الجد يعني أنا مش حاسس بأي عناء خالص الحمد لله الحمد لله بركة ده تمام ده نفصل فيها دي عايزة تفصيل عايزة تفصيل ممكن أو ممكن لا على كل حال لسه معز مسعود موجود معنا في الطريق الصح خليكم معنا عشان هنرجع بعد الفاصل مباشرة أنا أول واحد عايز أمشي في الطريق الصح بس أفهمه وأفهمه إمتى لو حبزه يعني في أول أيام شهر رمضان المبارك الكريم وياريت طوال فترة التلاتين يوم اللي هلتقي فيهم بصديقي وحبيبي معز مسعود معتز الدكتاش طيب دلوقتي إحنا علشان ما بقلناش مش هيبقى فضلنا فترة طويلة قوي إحنا اتكلمنا على الدعاء وأنا بحس إنه في رمضان بيكتر الدعاء ده طبعا لأنه بيكتر الفقر بتاعنا وإحساسنا للإضطرار فبنبقى وهو ده عشان كده أجيبه دعوة الداعي إذا دعان ودعاء الصائم حتى يفطر مستجاب مش كده يعني حتى لو إحنا قلنا إن إحنا كل يوم ندعي ربنا بأدعية مختلفة والقرآن الكريم ما شاء الله يعني مليان بالدعاء يبقى يديني نتيجة أفضل آه طبعا طبعا وممكن نعمل كده مع بعض فعلا ونبقى ننتقي أدعية من القرآن الكريم ونشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى احنا قلنا من شوية المعتز إنه في حاجات بندعي بيها وتبقى شر لنا صح؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولة ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لو ربنا يفضل يدينا الحاجات الشر اللي نحن نطلبها زي ما بيدينا الخير اللي نحن نطلبه لقضي إليهم أجلهم هنموت من عرفش إيه الخير لنا خالص اللهم إن كنت تعلم من هذا الخير اللي أنا في ديننا ومعاشنا كده من استخير ربنا لا أنا مش عايزة أدعي طبعا يعني الحاجة تدرني لا ما أنت مش طبعا لا يا معتز بس أنت ممكن تدعو بحاجة أنت فاكيرها خير ليك وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم آه تمام فبسبب أنها تجي لك تقضي عليك تمام لا قضي عليك فلا شك طبعا فأنا بقولك ده ليه إنه لما ناخد أدعية القرآن ولا شك برضو الأدعية النبوية بتاعته صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد مش هيبقى فيها بقى حاجة شر مطوية وإحنا مش واخدين بالنا إحنا ممكن نطلب حاجة وتبقى خير وممكن مرة نطلب حاجة فاكرينها خير وتقلب شر أو تبقى هي شر في ذاتها لكن لما ناخد الأدعية اللي ربنا حتظن في القرآن مثلا دي أكيد خير لنا ودي ممكن نعود مع بعض نطلع منها المقاصد بتاعت الدين هو ربنا منزلينا الدين ده ليه عبادة الله عمارة الأرض تزكية النفس الأمة دي عالمية إزاي نعمل دعوة إلى الله نفهم العصر بتاعنا اللي إحنا عايشين فيه ليه مختلف عن بقية العصور ما هو ربنا رب العصر ده برضو صحيح كل الكلام ده ممكن نطلعه من الأدعية اللي ربنا اخترها لنا طب كويس قوي مقاصد الدين ده تحب إحنا على مدار الشهر كده كله نختار كده بعض الأدعية طبعا ونتكلم عنهم بالتفصيل ونحللهم ونتعمق فيهم طبعا ونتأمل فيهم وبعد ده كله ندعي بيهم وكل ما احنا فهمينهم يستجب لنا وإحنا في رمضان وكمان بنبقى صايمين الصائم حتى يفتر يا سلام دي بقى فكرة جميلة ندعي بيهم حتى وإحنا نختم بيهم نقول يا ربنا قاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا إلى إلى آخر ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ده موضوع ليه ما بنرضاش بأزواجنا راجل بستة أو ستة براجل في الزمن ده إيه اللي حصل في الزمن ده اللي خل الرضا بالزوج والرضا بالزوجة صعب كل ده من الدعاء ده ربنا قاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة أنا وإنت قبل كده طلعنا منه عبادة الله عمارة الأرض تزكية النفس مقاصد المختلفة قول الله هم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ده برضو زي دعاء شيء بتناجي به ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر نتكلم عن الاختلاف في الدين وليه الزمن ده الناس عملة تختلف مع بعض مع أنه الأصل ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إزاي نرجع أمة واحدة طب نتكلم عن مثلا ده من فكرتك دي دلوقتي سبحان الله إزاي نتكلم عن إن احنا بندعي بحاجات معينة وما بتحصلش ما احنا سايبين الأسباب ومش من الأدب مع الله أن احنا نسيب الأسباب لربنا جعلها سبب لتحقيق الشيء ونقعد ندعي واحد مش عايز يتجوز وعمل يدعي بولد ما هو ما ينفعش صحيح سيبك من المعجزات المرة أو المرتين الكلام ده مش موضوعنا دلوقتي صحيح نحنا بنتكلم دلوقتي عن البشر الطبيعيين في معطيات معينة في سيستم معين للدعاء بالظبط كده سنة إلهية معينة ما ينفعش الدعاء اللي هو من ربنا يتعارض مع السنة الإلهية اللي هي من ربنا المسألة مش مسألة يعني إيه يلا بقى أنا دعيت فين بقى بالظبط وانا نتكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال كده يستجاب لأحدكم بمعنى الحديث ما لم يعجل يقول أنا دعوت الله ولم يستجب لي يفضل يقول كده مش أدب أدب للدعاء وغيره أنا بس أنا عجباني الفكرة دي قوي علشان أنا عايز أقول أن الدعاء ده لب تدينة ده في حديث كده الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دي الآية في غافر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فصر هنا وقال ألم تروا قوله كده بمعنى الدعاء هو العبادة فلو ده شهر عبادة ده شهر دعاء يقينا وشهر دعاء مستجاب من خلال نفس صحية تاني وقلب صحي فعشنا حالة القرب اللي قلنا عليها من شوية فإني قريب اللي هي أصلا فطرتنا فنبقى عادرين نجاهز لبكرة يا معتز وإحنا مستمتعين بالنهاردة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تاني ألا إن الله خبير بما تعملون فكرة جميلة قوي وعجبتني هنتكلم على الأدعية طوال الشهر وندعي ونختم بيها بشكرك قوي على وجودك النهاردة معنا وكل سنة ونطيب كده إن شاء الله ربنا يقبل منك السيام في رمضان مننا وجميع ومن الأمة كلها إن شاء الله ويتبقى أيام مباركة وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله منهلك كل ده من كل قلبي بنا يخليك يا رب أمين وبتمنى لمشاهدين برضو يعني الشهر يعدي وزي ما بنقول هنودي كده أجسامنا وأرواحنا للمخسلة زي ما قلنا وربنا يفتح علينا كده ويكرمنا إن شاء الله كل سنة طيبين ونشوفكم بكرة في الطريق الصح مع معز مسعود إن شاء الله إلى اللقاء